نعم مالك هو مبادرة الاتحاد لإنقاذ تونس ظهرت أواخر شهر ديسمبر الماضي لتجنوبها الانهيار في عدة قطاعات وفق تصريحات الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي وهذه المبادرة انطلقت بشاركة مع منظمات المجتمع المدني بعيدا عن التجاذبات السياسية وفق تصريحات المسؤولين عن اتحاد الشغل هناك يعني في مشاركة بهذه المبادرة الهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وكذلك المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية هذه المبادرة هي بالأساس ظهرت لإخراج تونس من الأزمة السياسية أو الانسداد السياسي كما يصفه نقبيو الاتحاد ومن الوضع الاقتصادي المتردي الذي يأخذ في التأزم يوما بعد يوم مع عدم نظر الصندوق النقد الدولي في الملف التونسي لإقراضه مبلغا يعني قرابة قيمته الملياري دولار ألف دولار لربما لحالة الأزمة هناك مبادرات أخرى أيضا بالتوازي مع مبادرة المنظمات الوطنية أطلقتها أحزاب سياسية من بينها الحزب الدستوري الحر وقال بأنه يجب إلغاء المسار الانتخابي الحالي والدعوة إلى انتخابات تشريعية وإلغاء المرسوم عدد 55 المنظم للانتخابات وهو بالتالي يرفض مسار 25 يوليو الذي يخوضه الرئيس التونسي قيس السعيد كذلك هناك مبادرة أخرى لجبهة الإنقاذ الداعمة لمسار الرئيس التونسي قيس السعيد بقيادة حراك 25 يوليو الذي قال بأنه سيضع مبادرة ودخل في التشاور حولها ستعرض على الرئيس في وقت لاحق وتتضمن بالأساس خطة إنقاذ تخص المناخ الأعمال في تونس وكذلك محاولة للتهدئة الاجتماعية وهدنة مع اتحاد الشغل وما يعتبره أيضا حراك 25 يوليو تطهيرا للقضاء من جانب آخر الرئيس التونسي قيس السعيد وفيما يعتبره مراقبون للوضع السياسي حاليا النموذيه في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية المزمع تنفيذها يوم الأحد القادم هو بالأساس عدم تجاوبه مع المبادرات التي أطلقتها الاتحاد الشغل والمنظمات الوطنية أو التي أطلقتها الأحزاب السياسية وقال الرئيس قيس السعيد في وقت سابق بأن هناك متأمرين على أمن الدولة الداخلي والخارجي ومن يحاولون تأجيج الأوضاع في تونس هذا هو يعني بالمالك بالأساس هناك أيضا تصريحات للمراقبين اقتصاديين ولرئيس البنك المركزي التونسي قال أن النسبة التضخم في تونس من المتوقع أن تصل إلى 11% وبالتالي هناك تردل الأوضاع الاقتصادية إلى جانب الشارع التونسي الذي مقارن بالجولة الأولى لانسخابات التشريعية وضعف المشاركة فيها فهناك احتمالات لعدم مشاركته في الدورة الثانية واهتمامها أكثر بالمعيشة وندرة المواد الغذائية في السوق نعم جميل جميع هذه المبادرات التي تفضلت بها أميمة التي طرحتها العديد من القطاعات في تونس هل لقت أي تجاوب أي تعاطي من قبل الحكومة الحالية نعم مالك كما قلت إلى حد هذه اللحظة ليس هناك أي بيان أو تفاعل لا من رئاسة الحكومة التونسية ولا من السلطة التنفيذية ورئيس الدولة قيس سعيد وكما قلت هناك قراءات للوضع الحالي أن مضيء الرئيس في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية يعكس عدم اكتراثه بهذه المبادرات فيما قال الأمين العام لاتحاد المساعد لاتحاد الشغل سامي الطاهري أن الاتحاد فور انتهاءه من وضع هذه المبادرة مع المنظمات الوطنية سيعرضها على الرئيس أملا في أن يتفاعل إجابا معها نعم شكرا لك أميمة بن خلف مراسلة المشهد من تونس أفضل